طيب احنا رجعنا للحكاية وفي قصة تانا كابتال محمود الخطيب والاصابة الشديدة بس خليني اقول لكم بقى بعد المباراة كابتال محمود الخطيب ما شافش نوم من شدة الالم في جانب طبعا وجه الايصر كان عنده زغلالة كمان في العين اليسرى وهو زي ما كريم قال اتدرب بعد خمس ايام من جراحة الكسر المضاعف في الوجه ولعب قبل كمان مرور عشر ايام رغم نصيحة الاطباء وقرر بعد المباراة بثلاث ايام وتحديدا في 21 ديسمبر اعتزال كرة القدم بعد 17 عام اضاها مع الاهلي وده كان في مؤتمر الصحفي حضر وقتها حشد كبير جدا من الصحفيين واعلن فيه مدير الكرة بالاهلي حينها كابتن طارق سليم رحمة الله عليه ان الخطيم قرأ الفتحة بين شوطي المباراة مع زملائه وقال لهم اريد ان تهدوني لقب افريقيا لان هذه المباراة هي الاخيرة دي طبعا المباراة دي انهت مسيرة حافلة بالنجاحات والعطاءات لعب استثنائي على كل الاصعيد احنا بنتكلم على جزء لا يتجزأ من تاريخ كرة القدم المصرية مش بس النادي الاهلي احنا بنتكلم على ظاهرة كروية استثنائية فنيا واخلاقيا لحقيقة كابتن محمود الخطيم ممكن واحد يتكلم عنه ساعتين مش مجرد كم جملة ممكن نختصر من خلالهم هذا المشوار الطويل اللي حصل بعد كده ان يعني بعد هذه المباراة حصلت شوية مواقف كمان كلها ملفتة للنظر وكلها تندرك تحت بند الاعتزال حكم اللقاء المغربي لاراش اعلن اعتزال والتحكيم كمان بعد هذه المباراة رشح كمال شداد المدير الفني وقتها لفريق الهلال السوداني رشح نفسه لرئاسة اتحاد الكرة السوداني لتصبح هذه المباراة هي اخر مهمة رسمية لي مع الفريق وكمان الجديد بذكر ان المباراة دي حققت رقم قياسي مصري في الارادات بلغت وقتها 125 الف جنيه من التزاكر فقط طبعا بخلاف حصيل تبث المباراة تلفزيونية